أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة من مقرر تقنيات تصوير الطبي المحاضرة الرابعة عن موضوع التصوير بالأشعة الصينية تكلمنا في المحاضرة الأولينية على فكرة عمل الأشعة الصينية هل نكمل في المحاضرة دي ونتكلم على أنواع تصوير بالأشعة الصينية وتطبيقاتها في عندنا عدد من أنواع تصوير بالأشعة الصينية تتضمن أشعة الثادي أو الماموغرافي الأشعة السينية العادية التصوير بعامل تباين أو صبغة التصوير المستمر أو اللي يسميه الفلوراسكبي الأشعة الطرح الرقمي وأشعة الأسنان أشعة الثادي أو الموموغرافي هي نوع من أنواع التصوير بالأشعة السينية منخفضة الطاقة بتعد الطريقة القياسية لكشف تشخيص أو رام الثادي الآن لدقتها هذه الحقيقة صورة لحالة سليمة أو حالة طبيعية لو فيه عندنا اختلاف داخل الثادي مثلا لو فرضا فيه ورم بيظهر الورم دوت بشكل واضح ومختلف عن باقي أنسكة الثادي المحيطة به فبالتالي بنقدر من الأشعة السينية نحن نكشف بالأشعة السينية نحن نقدر نتعرف على نوع الورم اللي موجود داخل الثادي مش بس كده ده بيستعمل كمان في الكشف قبل ما يحصل حتى تشخيص الورم في الأول خالص قبل ما يحصل الورم يتكون بالشكل ده كده بيبتدي بقى فيه حاجة هنا عبارة عن تكلس موجود داخل الثادي كده بيقى فيه نقط صغيرة كده لو طرحناها من لو خدناها لبرة خالص بشكلها صغيرة كده بالشكل اللي هنشايفين وهنا كده ودي الحقيقة بتبقى بوادر لوجود ورم في المنطقة دي فبالتالي يعني السيدات اللي بيعملوا فحص دوري علشان يعني أورام الثادي بيدوروا في الصور بتاعتهم على النقاط اللي بيشك ده كده والنقاط دي بتاعني ان هنا فيه بوادر حدوث ورم في المنطقة دي فيبتدي يعني طبيبي يقدر يتعامل معها بدري بحيث ان يقدر ان هو يتفادى ان الورم ده يكبر وان هو بعد كده ممكن ينتشر لأماكن أخرى فبالتالي احنا ممكن نستعمل أشعة الثادي في حاجتين فان احنا نتعرف ونشخص الأورام الثادي الموجودة أو نكشف عن احتمال وجود أورام الثادي في المستقبل برضو الأشعة الثينية بتستعمل في تصوير الأظام اللي بنسميها الأشعة الثينية العادية وده نوع من أنواع تصوير الأشعة الثينية بس بتبقى مرتفعة الطاقة بقى عشان نقدر ان احنا نصور الأظام لان الأظام طبعا بيتبقى الامتصاص بتاع زي ما احنا شفنا أعلى شوية من الامتصاص بتاع الأنسجة الرخوة فبالتالي بنحتاج طاقة أكتر شوية علشان نقدر ان احنا نختارق الأظام فنقدر بها الحقيقة نحنا نصور حاجات مثلا زي الأظام بتاعت اليد اللي بيتشاكلها كده طبعا هي الاستعمال الأساسي بتاعها طبعا في الكسور زي ما احنا شايفين كده لو في عندنا كسر بيظهر في غاية الوضوح ونقدر نميز ايه اللي فيه بالزبط عشان نقدر نحدد له العلاج المناسب ممكن برضو الحقيقة يستعمل مش بس في تصوير الأظام ده بيستعمل في تصوير المفاصل والتركيبات الصناعية داخل الجسم يعني مثلا دي صورة لشخص عنده مثلا مركب يعني هنا حاجة زي مفصل صناعي موجود كده والمفصل الصناعي ده واضح بمنتقى الوضوح هنا فيه الأشعة الصينية فيقدر برضو الطبيب يتأكد انه هو مكانه موجود سليم ويتأكد اذا كان فيه اي مشكلة يقدر يعرف سببها من خلال صورة الأشعة الصينية الأشعة الصينية العادية برضو ممكن تستعمل برضو في تصوير الرئة وده نوع من أنواع تصوير الأشعة الصينية متوسطة الطاقة وبتمكن من تصوير اي تغيرات في الرئة مثل سرطان الرئة وجود سوائل يعني الصورة دي برضو صورتين دول صورة لشخص طبيعي أو حالة طبيعية بنلاقي أن هنا فيه الشكل الرئة هنا تعتبر نقية وما بقاش فيها أي أشكال شكلها مش طبيعي لها تصويرها جانبية برضو نفس الشخص لما بيكون فيه مثلا سرطان رئة بنلاقي أن الرئة بقى شكلها بالشكل ده كده بيبقى فيها داخلها بعض التكونات اللي هي شكلها غريب شوية غير الشكل النقي اللي كان موجود هنا دوت فبنقدر نعرف أن هنا فيه مشكلة وده الحقيقة طريقة تشخيصية يعني ممتازة بالنسبة لسرطان الرئة مش بس كده لو الشخص مثلا عنده مية على الرئة وده الحقيقة برضو بقى مرض منتشر يعني للناس بس عندهم بيدخينوا مثلا واحدة من أعراض التدخين اللي هي مضاعفات التدخين ممكن نلاقي أن احنا عندنا هنا برضو فيه جزء بقى شكله معتم أو شكله يعني شكل الامتصاص بتاع الأشعة السينية فيه بقى فيه أكتر فنعرف على طول أن الجزء ده ده مش فيه هوا ده فيه مادة تانية أو فيه مية أو فيه حاجة زي كده فنقدر برضو من الشكل بتاعه نميز أنه هو فيه مياه على الرئة ونقدر برضو أن احنا أطباء يتعاملوا معها تشخيصيا وعلاجيا بناء على صورة الأشعة السينية ممكن برضو الأشعة السينية تستعمل مع عامل تباين أو صبغة وده بيحصل أن احنا نحقن عامل تباين أو صبغة داخل الجزء وده بتبقى يعني الصبغات دي بتبقى لها خصائز أكثر امتصاصا للأشعة زي ما احنا شفنا مثلا اليود في الامتصاصاتها أعلى بكتير جدا من العظام فبنقدر نشوفه الحقيقة بغضوح والباريام برضو نفس الكلام بيقدر يستعمل برضو في تطبيقات مختلفة اليود عادة بيستعمل في تطبيقات تصوير القويات الدموية والباريام بيستعمل في تصوير القولون فنلاقي مثلا هنا ان احنا لما بنحقن اليود مثلا لقي ان اللي عندنا القويات الدموية بتظهر واضحة جدا داخل الجسم ولو مثلا حقلنا باريام مثلا داخل المنطقة بتاعة القولون مثلا بيلاقي انه القولون نفسه شكل واضح بالمنظر ده فنقدر نحنا نصوره بشكل يسمح لي ان احنا ردنا شخص أي أمراض فيه دي برضو صورة من صور الأشعة السينية بعد حقن اليود وده برضو دي صورة في المخ الحقيقة بتظهر لنا الأعواية الدموية الموجودة في المخ بشكل واضح جدا حقيقة ومفصل وممكن تقول لنا اذا كان فيه اي اختناق مثلا في الأشعة في الأعواية الدموية او فيه مثلا اي امراض بتعوق الدم ان هو يوصل لأماكن معينة داخل المخ فنقدر نشوفها بوضوح حقيقة من خلال التصوير بعامل تباين داخل المخ فالحقيقة الاساس بتاع الفكرة بتاعة العامل التباين هو نفس طريقة التصوير هي واحدة بس المريض نفسه بنحقينه عامل تباين يعني زي اليود او الباريوم حسب التطبيق اللي احنا عايزين نستعمله فيه زي تصوير العواية الدموية والقلون والحاجة اللي احنا بنحقينها دي بتظهر الجزء ده بشكل اوضح من الانسجة الحواليه فنقدر نحنا نشوفها ونقدر نحنا نشخص اي امراض فيه في الحقيقة التصوير بالأشعة السينية ممكن نستعمله في تطبيق اسم تصوير المستمر او الفلوراسكوبي والحقيقة مسميه فلوراسكوبي علشان ابتدت من زمان قوي الفكرة بتاعته ان هم عايزين يتابعوا حاجات بتحصل داخل الجسم فكانوا بيعملوا توليد الأشعة السينية طول الوقت ويبقى فيه شاشة قدام الطبيب كده الأشعة السينية بتقع عليها شاشة زي بتاعة التلفزيون اللي هو القديم مثلا هو كان الشاشة اللي هي العادية مش المسطحة كان لما يقع عليها الأشعة السينية كان بيتنور وبالتالي الطبيب يقدر يشوف الحاجات اللي موجودة داخل الجسم على الشاشة دي بشكل مستمر فطبعا الحاجات اللي تطورت دلوقتي يبقى تكون لها رقمية بس استيل الحقيقة يعني لسه عندنا الاسم اللي هو بتاع الفلوراسكوبي ده لسه موجود معنا في الوقت الحالي برضو ما تغيرش فالحقيقة ده بيمكن للجراح متابعة صبغة رؤية العواية الدموية والجهاز الهضمي أو يقدر يتابع إبرة الحقن أو العينة أو القسطرة أو يعني كنوع من أنواع التصوير المساعد للجراحة يعني هنا مثلا هو هنا ممكن عاوز ياخد عينة فبيقدر يشوف من خلال الأشعة السينية يقدر يشوف الإبرة وهي داخلة ولو هو مثلا عمل علاج هنا وعمل يعني حقن بعض المواد اللي هي العلاجية ممكن يشوف المواد العلاجية دي برضو هنا يقدر يشوفها بوضوح وبرضو إحنا ممكن لو إحنا بصينا مثلا على التصوير برضو لو إحنا أبناء واحد بياخد سبغة من خلال الفم فبنشوف إن السبغة دي مثلا هو بياخد هنا باريوم من خلال الفم فمنلاقي إن البريوم اللي دخل دوت هنشوفه إحنا فعلا بوضوح جدا في الصورة دي وبنشوفها زي ما إحنا شايفين كده بطريقة مستمرة بنشوفها في الزمن الحقيقي وبنشوفها بطريقة مستمرة زي ما احنا شايفين ممكن برضو هنا في القسطرة القلب مثلا هو بيخش بالأسطرة ويحقن سبغة في مكان معين عشان يشوف العواية الدموية اللي حواليه فزي ما احنا شايفين احنا شايفين الأسطرة هنا موجودة وشايفين الحقن اللي هو بيحصل فعليا ومنشوف الانتشار بتاع السبغة داخل الجسم عامل ازاي باستعمال الفلوراسكوبي دوت فبالتالي الحقيقة دي وسيلة مفيدة جدا حقيقة في تدخلات جراحية او في متبعد اي حاجة بتاحدث داخل الجسم بشكل مستمر مايبقاش في الانقطاع اللي بيحصل نتيجة ان انا باخد صورة وبعد كده ببص عليها بعد كده والصورة دي ما بتعنيش ان انا ببعارف ايه اللي بيحصل في اوقات مختلفة داخل الجسم في نوع مهم جدا حقيقة من انواع التصوير الأشعة السينية اللي هو أشعة الطرح الرقمي دي فكرة الحقيقة بسيطة جدا وهدفها التخلص من الخلفية في الصور فالفكرة احنا ما بنبص على ان احنا لو فرضا دلوقتي ده المريض اللي هو قبل حقن الصبغة بعد ما بنحن الصبغة بنشوف فعلا في بعض الاواعيات الدموية بقت موجودة داخل المخ بالشكل ده بس المشكلة ان احنا عندنا كل بقى الحاجات اللي موجودة حواليه كل الانسجل اللي موجودة حواليه دي بتجعل من الصعب ان احنا نقدر نشوف الاواعيات الدموية دي بشكل واضح فالفكرة في اشعة الطرح الرقمي ان هو بياخد الصورة اللي هي بعد الحقن الصبغة ويترحها من الاشعة اللي هي قبل الصبغة بحيث ان هو الصورة اللي هي الفرق اللي بينهم دي الحقيقة بيقدر نشوف الاواعيات الدموية بس لان بقيت الحاجات التانية كلها سبتة ما تغيرتش يعني جزء مثلا اللي هنا دوت مفيهوش اواعيات دموية هو نفسه اللي هنا مفيش اي حاجة تغيرت فبالتالي الجزء اللي هيظهر بس هو الجزء اللي تغير اللي هو الجزء اللي اتحقن فيه سبغة فبالتالي بنقدر نشوف الاواعيات دموية بشكل واضح جدا بشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت فدي الحقيقة بتستمت برضو مع الفلورسكوبي برضو نقدر نبص عليها بشكل يعني في الزمن الحقيقي او شكل مستمر بنقدر نحنا ناخد الصورة بتاعت المريض في الاول خالص اللي هو قبل حقن السبغة وبعد كده نحقن السبغة ونشوف السبغة دي برضو الشكل دوت يقدر يميز لنا الميزة بتاعت الاشعاد الطرح الرقمي ان احنا عندنا هنا في عندنا هنا انسجة شكلها معقد لما بنحط السبغة بيبقى موجودة الاواعيات دموية فوق الاشكال اللي شكلها معقد دي لما منطرح الاثنين دول من بعض هنلاقي عندنا هنا الاجزاء اللي هتهمنا اللي هي فيها الاواعيات دموية هي اللي موجودة بس زي ما احنا شايفين هنا برضو فبالتالي بيسهل تشخيصها ويسهل الدكتور ان هو يميز اي تغيرات طفيفة فيها نوع مهم من انواع الاستعمالات الاشعة السينية هو استعمالها في اشعة الاسنان ودي بيبقى لها نوعين اما اشعة عادية اما اشعة بانوراما الاشعة العادية شكلها بالشكل اللي هنشايفينه هنا دوت بيبقى فيه عندنا فيلم صغير بتحط داخل الفم ويبقى مصدر اشعة السينية من امام الفم فبالتالي بيطلع لنا الصورة المجموعة من الاسنان بالشكل ده كده بتساعدنا نميز اذا كان في اي مشكلة داخل اللاثة او في اسنان نفسها داخل اسنان نفسها وبالتالي بيسهل علاجها على الطبيب يعني يسهل تشخيصها بيسهل علاجها ممكن يبقى فيه نوع تاني هو البانوراما في الحالات دي الحقيقة بيبقى عندنا الجزء بتاع المصدر والجزء بتاع الفيلم اللي هو بيصور به بيبقوا هما اللي تنقصت بعضه بيلفوا حوالين المريض بحيث ان هو يدار يطلعوا الصورة لكامل الأسنان بتاعة المريض بالشكل هنشايفين قدامنا ده يعني دي ما تبقاش لقطة واحدة وخلاص ده بيبقى مجموعة من اللقطات كده متاخدة من أماكن مختلفة من مثلا من جنب المريض اليمين بيفضل يلف حوالين المريض كده غيرت جنب الشمال وبالتالي يعني بيقدر يطلع صورة بالشكل هنشايفينه هنا دوت ويقدر يطلع لنا أي حاجة جوه الأسنان مثلا زي ما احنا شايفينه كده شكلها ممكن يبقى فيه مشاكل بحيث يسهل تشخيصها وبالتالي علاجها بعد كده اشكركم لحس المتابعة والتقي في جزء الثالث من المحاضرة الرابعة ان شاء الله اشتركوا في القناة